ونرجع تاني لمبارات الزمالك وقلتلك انا فيه واحد عايز اتكلم عنه كتير انا اتكلمت عنه كتير قبل كده بس يستاهل دايما انك تتكلم عنه بصوا جماعة في رأي في رأي المتواضع هو اسكى لاعب جي في تاريخ كرة القدم المصرية ايه عم بكلمة المبالغة ده ايوة عبدالله السعيد هو اسكى لاعب جي في تاريخ كرة القدم المصرية ليه عم كريم اقولك راجل ده عمل اداء رائع جدا مع الاسماعيلي راح النادي الاهلي لم بطولات بالجملة بعد كده راح نادي بيراميدز خد مقابل مالي كبير وبرضه ادى بشكل رائع جدا هيعتزل كده لا ارجع تاني اخد جماهرية كبيرة ايضا في نادي الزمالك وبرضه اقدي بشكل رائع جدا في عمري كان في عمري تسعة وثلاثين سنة تسعة وثلاثين سنة عبدالله السعيد وما زاله هو اكثر المؤثرين في اي فريق بيلعب له زمالك هو اكثر المؤثرين مع عزيزه طبعا في بيراميدز هو اكثر المؤثرين النادي الاهلي كان من اكثر المؤثرين مع عدد اخر بين النجوم مؤثر بيحافظ على نفسه مركز في الكورة شوف واحد راح اهلي بلاش اهلي كمان اسماعيلي اهلي بيراميد زمالك تنقلات تعمل جدل تخلص على اي لعب يعني لعب راح من الاسماعيل اهلي جدل لعب راح من الاهلي البراميد جدل راح من البراميد للزماء جدل هو سايب الجدل ومنكز في الكورة ما بيتقصرش سادد ودانه اللي اتنين محافظ على حالته البدنية محافظ على حالته الفنية ملتزم جدا تكتكان في الملعب اي مدير فني عد على عبدالله السعيد هو الورقة الاهم بالنسبة له زكي زكي على مستوى ادارته شخصيا يعني وزكي جدا جدا تكتكان في الملعب اسأل اي مدير فني اي مدير فني اشتغل مع عبدالله السعيد هيقولك ده اسكى لعبة اشتغل معي تكتكان في الملعب اماكن تواجده اماكن استرامه للقراط تفاصيل كتيرة في عبدالله السعيد تخليه واحد من اهم اللعبة اللي جات مصر خلال عشرين سنة واحد من اهم ما تلكش اهم عشان هنختلف ونطفق في دي سعى القالة واحد من اهم اللعبين خطير يعني تعالى وريك حاجة تواجيك عبدالله السعيد في تسعة وتلاتين سنة بيلعب مباراة خارج الارض في كينيا في نقص اكسوجين بيعمل ايه تعالى وريك هتنبهر هذه اللقطة للانبهار هتنبهر ايه دي لا ده مش عبدالله السعيد الجوة يا شباب عبدالله السعيد ماسك الكورة بيعمل هجم كمل هو اللي بيديري الهجمة في الزمالك رفع الكورة كمل الكورة تلعت برة بسرعة كمل الصور رجعت فين بقى الكورة راحت لحارس كينيا هدي السرعة يا شباب يلا 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 مين ده يا شباب مين ده يا شباب اللي واقف هناك ده بياخد من محمد صبحي عبدالله السعيد يا جماعة عبدالله السعيد هو اللي رجع كل ده عشان يلحق يعمل تغطية دفاعية هاتلي الكورة من الاول هاتلي الكورة من الاول عشان اشرحها تاني هاتلي السور من الاول هوريك عبدالله عملية عبدالله واقف فينا يا جماعة في منطقة جزاء جورماهية عشان يعمل هجمة كمل الكورة بسرعة كمله السور رفع الكورة تلعت برة ضربة مرمى خدها حارس جورماهية رضاها بسرعة ناحية تانية غسلة لمحمد صبحي كمل الكرة اللي جاي ياخد منه الكرة عبدالله السعيد في منطقة جزاء الزمالك ايه ده ازاي يعني ازاي يعني يا جماعة ازاي 39 سنة وشغال كده الكرة دي كان في ديئة كان في ديئة 29 ازاي يعني بعد نص ساعة 39 سنة شمس حارقة نقص اكسوجين في لعيبة ما شاء الله شباب في الزمالك يروحوا رايح جاي وبرحيتهم عبدالله السعيد بيعمل ده ده محافظ على نفسه قد ايه زكي جدا هو اللي رايح يبني الهجمة من عند محمد صبح هو اللي كان بيعمل الهجمة عند مرمى الشرطة الكيني انا كنت بول جرماه من شوية انا اسف الشرطة الكيني كل ده عامله في قد ايه في 20 سنية ده لو عداء مش هيعمل كده عداء صغير عنده 18-19 سنة مش هيقدر يعمل كده عبدالله السعيد بيعمل كده انا مش ببالغ بس ده الواقع يعني مش طبيعي عبدالله السعيد مش طبيعي وتقعد تفكر تقول اوه زمائك لما ضم عبدالله السعيد عنده 38 سنة كده صفقة نكحة ولا صفقة مش نكحة جايب لعيبة وفي حد بشته لعيبة عنده 38 سنة ما هو محافظ على نفسه اوه حرفيا بقى عبدالله السعيد ده تحديدا يعني اللي العمر معاه مجرد رقم يعني فيه لعيبة بتطول بالعافية يعني اللي هو ايه انا مطول عشان مش عايز سيبي الملعب بس انا رقش مالوش قيمة يعني بس عبدالله السعيد له قيمة عبدالله السعيد لو قال مثلا انا هعتزل بعد السنة دي هتقول لها يا جدا استنى سنتين ثلاثة كمان العب 41 بقى براحتك ما انت قادر ما انت محافظ على نفسك مش طبيعي اشتركوا في القناة